شاهده كما قلت لكم منذ قليل حاتم ميستقبل حاتم والحكاية شنية أنه ويوفى لحديث ساعة هات نقول لك صباح الخير وإن شاء الله يومك سعيد ومنورنا سي حاتم الجيزيني راك منورنا أخونا العزيز أعطيني الميكروفون أمان الحاتم الجيزيني أهوك أهوك خذ لأخر حاتم خذ لأخر خذ لأخر ميسيلش صباح النور حوية مرحب بيك منورنا بابا ويوفى لحديث يوفى لحديث حاتم ديما ساعات نقوله نحن اللي فيهدهم القرار هو صحاب السلطة ديما يتوجه اللوم أو النقد اللي هم عليش خطرهم ديما في الواجهة وما الضغط عليهم أكثر لك بشوفوا معارضة هنا اخترت جنوية من المعارضين بشوف نحكيوا عن المعارضة قبل ما يشاركوا في العاكم وبعد يوفى لحديث مع حاتم الجيزيني المعارضة المعارضة رب يعزك مشارب ومذهب والمعارضين أشكال والوان وكل معارضه سبته معناها رؤيته وباش نحصر حديثي لهنا في زوس لو عمنا المعارضين ما يعجبوش لبداء كيتشعله سوابعك شمع ويقول لك مني تجرع وتاريخ الانجازات يبدأ معايا أنا لقبلي لبعدي يقول لك البلاد مليانة خيرات غير نقصها القائد الحكيم اللي يحسن التصرف في موارد البلاد الطبيعية وتقاتها البشرية يقصد في ذاته العزيزة طبعا وهو فما غيره وكيتوتيه الفرصة ويعينوه وزير فلاحة مثلا تولي الميدة الاتمائية في بلاد العيون المتفجرة والبحر اللي حظنها كالسفساري تولي شحيحة شايحة ويولي زيت زيتونة مش داخل في عادتنا للسهلاكية الغذائية في بلاد الزيتون اللي يقولوا عليها خضرة وتشعل النار في الأسعار شعلان والعادة تفرق بينصوم الكلافز وصوم البانان ويتبزع لحليب سواقي وديان واستنى يا جاجة حتى يجيك القمح من باجة وشديدك بالقمح المسموم ونني نني جاك نوم النوع الثاني هو المعارض FCR نخليك على روحه بروحه من خلال يومياته أش يقول السيادتي ربي أزني رجل فكر سياسي مستورد عديت عمري مهاجر من في الناظر من أجل فكرة ترمم بل تبني ما تهدم فيها البلاد العزيزة الغالية تيلة سنوات الجمر دورتها شليلة ومليلة يا نيويورك يا كندا يا باريز يا لندرا يا خليج يا القرن الأفريقي كل ما نقصد ربي البلاد باش نغرف منها ما تيسترى من الأفكار والاعتمادات وسبول الخلاص نخلي روحي في بلادي مع شعب بلادي اللي ما عشتش فيها ونسافر في البريمير كلاس جثة هامدة تقولي الهجرة تنزل على غربة الواحد نقولك ليه الغربة غادي عندكم نحس فيها كي نلقى روحي نعيش ما بين عباد لا يفقهون لغة العصافير المهاجرة يحسبوني شيخ في المهجر شنية قيمتها الفلوس لمكتسة وانا بلا روح وروحي خليتها في بلادي شنية قيمتها الفيلة ولا حتى الاقصر اللي نسكن فيها على البحر وهو بلا روح وروحي خليتها في بلادي بانا شاهية باش نغطس في ملذة وطابة من الموائد الفاخرة شنية هاكل بنا وانا قلبي على ولاد بلادي من الفقراء والمحتاجين وفاقدي السند حاس دروحي حتى كي نتشلقح في الكرهبة باش نحضر مؤتمر لحظتها نتفكر الناس متعنكشين في الكيران يجري وراء الخبيزة بريتول خبزة ريتانا قداش نحس اما وين اللي يفهمك وين اللي يحس بنظالاتك اللي قدر تضحياتك عارفوا عليا قداش نبكي وقت اللي نبدأ ندور في الحياة القزيرية ندبر في شوية أصوات وتعرضني مراعة زوزة مريضة تكبي وتقول لي آها أمناظر أحنين ما عنديش حق الزريقة وين تلقاني؟ ما نتحملش الموقف نخليها ونزيد فيها عجاجة ولكن نبدأ ندور في القران نائية ونلقى تفول بالتبليب لو يكركر في زوزب تاتي ما أرز منه وين تلقاني؟ ولكن نشوف واحد مسيكن أزدييف يبربش في الزبلة يلوج على لقمة العيش وين تلقاني؟ كن نلقى نعطيه عشاية وين بيت أنا بالعشاء ريت أنا قداش نحس تقول لي علش ما تأسسش حزب تربي فيه أنصارك على هالإحساس بالعباد والغيرة على البلاد وتنشر أفكارك النيرة نقول لك أنا رغم للتأشيرات تعطاها تبوها على أخوه لكل من هبة ودب لينوليت الحزاب كلك شيك أكثرها بيني بيناه فوضوي أسست أسست حزب سميته حزب الجمهورية الشعبوية الفاضلة ممشيش بدت له اسم وسميته اعتلاف المودة والحنان والاشتياق الشعبي كيف كيف ما اختف ليش بره قلت نبدل اسم آخر كي قدر علي يا ربي يكون أكثر إغراء للطبقات الكاتح على أيامها سميته حركة الزواوي للكادحين الثائري الشي أي قلت ما عادش فيه نقول لي نأسس حزب نسميه الطيار الكهربائي المغناطيسي الحر مش نجبت بيه أكثر أنصار النافع ربي وتقول ما خليت ما عملت من عميل كل ما نسمع بيها خاضط نهبط على سقية سقية على منراسي في الطيارة برمير كلاس ونقول يا تونس ما تخيب قاسدك باش نسيد المطالب الشعبية ساعة حتى ما نعرف شنية هي والله غالب عندي حب جارف أعمى للمطالب الشعبية وخاصة منها غلال معيشة هاه لو كان يدكوني في القصر إلا من الخبزة رده لهم بسان كورو ويوفا يوفى الأحديث يوفى الأحديث مع حاتم جيزاني حاتم رو نخص بيه كيف يحط لبسان كورو على الحسين بفرسا رجل عايش غادي كفير حاتم مش عارف التفاصيل كيف واحد يفكر بالصور يتكلم بالعب هذه كاي عشبتني الكلافز سوموا ولا كل بانانا معاش فرقه ببليت لا يحقق عنها ولا فرده أقدر فرده أقدر ما فيه بس هذه في رتاق المساوات حاتم جيزاني شكرا لك نلقوا كل تلافة وكل خميس بإذن الله على موجة دعال كمال الوطنية تونسية في يوم ساعد في اللقاء هذا تحديدا في ويوفه لحديث احنا حديثنا مزل متواصل بعد قليل شكوون ما قل لي ترا شكوون رفقي بوستة بتألقه المعهود رفقي والبافيت ولا ما قالتك مرحبا بك رفقي في اخر الاخبار الرياضية بعد ومباشرة نشاب الحجل ويقدمنا مجزة الساعة الثامنة صباحا واثروه ونستقبل في الوستوديو صابر الهميسي بإذن الله